جزيل الشكر لك كابتننا كابتن ايمن شاوي كل التحاليك ولكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي يا رب النهاردة يكون يوم سعيد وعظيم على جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي للابد ان احنا نبدأ فيه بالبداية ان شاء الله باذن الله خمسين الف مشجع في استاد القاهرة يكون لهم التأثير الكبير المعتاد لفريق النادي الاهلي في مباراة واحدة من اصعب المباريات في هذه أقل بطولة يمكن طبعا زي ما احنا عارفين شوتين شوت اول انتهى طبعا بخسارة النادي الاهلي بنتيجة 1-0 لكن بمشيئة الله ان شاء الله الشوت التاني يكون من نصيب النادي الاهلي كل التوفيق يا رب ان شاء الله رجالتنا للمدير الفني مستر كولر لكل اللاعبين المتوجدين في قائمة هذه المباراة نهاردة كابتن ايمن وبخبرتك الكبير انت عارف اللي هيحسم هذه المباراة هي شخصية النادي الاهلي شخصية البطل قلب كل لعيب بشخصيته بروحه وبابتهاده الكبير جدا وبحرصه الكبير جدا ان كل جمهور اللي يكون متواجد ده ما يرجعش زعلان ان شاء الله بإذن الله دي المباراة تحسن من نصيب النادي الاهلي الامور طيبة جدا بالنسبة لاستعدادات رغم ديء الوقت يعني الحقيقة بنعذر مستر كولر بالنسبة للتصحيح لانه ما فيش وقت خلاص الرجل بيتكلم نظري بشكل كبير جدا وان شاء الله بإذن الله يكون في استعاب للعيبة النادي الاهلي لكل الأخطاء خلال المباراة الماضية ديق الوقت الحقيقة امر صعب جدا لكن هو ده قدر للنادي الاهلي البطل لابد يواجه كل الصعبات وكل المشاكل ويتعامل معها بشكل جيد جدا المباراة خلاص الاولانية نسناها ولعيبة النادي الاهلي نسيتها بشكل تام المباراة دي المباراة بدوافع مختلفة برغبة متجددة بروح كبيرة منتظرنا ان شاء الله من فريق النادي الاهلي اي 11 لاعب اي 11 لاعب يكونوا المتواجدين لابد يكونوا يبزلوا كل الجهد الكبير جدا لإسعاد كل جمهور النادي الاهلي الحقيقة يمكن كمان وجود الكابتن محمود الخطيب في التدريب الاخير امس على ملعب مختارة تيتشا كان ليه مردود كبير جدا يا كابتن ايمن كالعادة مفيش رسائل بتتوجه لكن وجوده ونظراته للعيبة وحرصه ان هو يكون في هذه التوقيطات الصعبة والدقيقة جدا ان يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي بتكون مردودها كبير جدا على اللاعبين عشان كده بمشيئة الله ان شاء الله بنتمنى اختياره وديكون موفق جدا ميستر كولر في هذه المباراة 11 لاعب بمشيئة الله يكون المهام والواجبات الدفاعية يكون قرينة بشكل كبير جدا المباراة الاولى كل التوفيق يا رب ان شاء الله الفرقتنا عندنا امل كبير جدا ان شاء الله ان احنا نتخطى هذه المباراة بالجدية الكبيرة لمنتظرة من اللاعبين كالعادة كابتن ايمن متواجدين في فندو الاقامة اليوم الاعتياج احنا عارفين طبعا المباراة يكون في تمام الساعة التامنة محاضرة الفنية الاخيرة يكون في فندو الاقامة ومنها مباشرة التوجه الى استاد القاهرة اللي يستعمل مباراة اليوم على اهلي وماميلي دي ساندونز في الافريكا اللي يجي يا رب ان شاء الله بإذن الله نتخطى هذه المباراة التركيز كبير والاجواء طيبة جدا والعيفة النادي الالي من العينة كابتن ايمن بتقدر تلمس هذا الامر وتقدر تشوف مدى التركيز الكبير ومدى حرص العيبة النادي الالي انه احنا نقدر نعود واحد صفر مش نتيجة كبيرة تقدر تحرز هدف واثنين وثلاثة لكن محتاجة جهد كبير ومحتاجة تركيز كبير عشان كده مستر كولر اكد على هذا الامر لابد يكون دخلنا في البداية قوي جدا لابد ان احنا نفرض شخصية النادي الالي وشخصية العيب النادي الالي في البداية دي كرة قدم اكيد بتأكيد فيها يعني كسبان وخسران زي ما بنقول لكن ان شاء الله يكون المكسب من نصيب النادي الاهلي يا رب ان شاء الله باذن الله لعبتنا يكون موفقة جمهورنا يكون موفق الحماس مهم جدا والرغبة مهم جدا يا كابتن ايمن ده اللي احنا بنراهن عليه لان هذه المباراة بالقلب كل مرة هنقول هذا الامر بالقلب تقدر تحسم هذه المباراة مهما كانت الصعبات مهما كانت الجيم ممكن يبقى شكله عامل ازاي المتغيرات كثيرة جدا وده الامر الكبير اللي احنا عارفينه لكن فيه سوابت كبيرة في كرة القدم عشان كدرها هنة كبيرة جدا لعبتنا يا رب يا رب ان شاء الله النهاردة تكون هذه المباراة من نصيب النادي الاهلي ويتخاطت النادي الاهلي هذه المباراة ولكل حادث حديث خلال الأيام القدمة بالتأكيد يا كابتن ايمن نكون مستمرين مع كل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي لحظة بلحظة منين لكل الأجواء والكواليز الخاصة بمباراة اليوم الأهلي ومميلي دين ساندونز شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد يمكن كريم نوه كمان على تواجد كابتن محمود الخطيب زي ما قلتوا حضراتكم من بارح وأنا أعلم أن الكابتن محمود الخطيب